المحور الثاني مفهوم القيمة الاجتماعية هذا المحور يتناول موضوع مفهوم القيمة الاجتماعية الذي سبق وتطرقنا إليه في محاور سابقة الهدف من هذا المحور أن نتعرف على مفهوم القيمة الاجتماعية والتي تعني كمفهوم هي فكرة أو إحساس يدفع الإنسان أو الجماعة لتمييز الأمور وتقييمها أي هي فكرة استخدمها الناس لتمييز السلوكيات الناس بين ما هو خير وما هو شر فأهم النقاط التي يطرحها المدخل هي اهتمام علماء الاجتماع بمفهوم القيمة الاجتماعية والفرق بين علماء الاجتماع والفلاسفة بتناولهم موضوع القيم وتعريفهم للقيم من خلال نشأتها وطريقة دراستها ووظائفها فإذن المطلوب منا أن نعرف مفهوم القيمة وأن نميز بين رأي علماء الاجتماع والفلاسفة ورجال الدين فيما يخص القيم فبالمختصر الفرق بين رأي العلماء فيما يخص القيم أن علم الاجتماع يرى أن القيم هي محصلة لجهود الأفراد يعني هي ناتجة عن الأفراد بينما الفلاسفة يرون أن القيم هي سابقة للاجتماع البشري أي الإنسان ليس هو من أوجد هذه القيم بل كانت موجودة سابقاً لوجوده رجل الدين أو رجال الدين يرون أن الأديان هي مصدر القيم فإذن هذا الاختلاف أما فيما يخص دراسة القيم فهي تقوم على نقطتين أساسيتين اختبار القيم وتكون القيم عندما نقول أن دراسة القيم هذا يعني أن القيم هي قابلة للتحليل قابلة للدراسة علمية وليست فقط أراء نظرية أو شخصية فإذن اختبار القيم اختبار بالقيم يعني أن القيم هي موضوع قابل للاختبار المقارنة التحليل التجريبي يعني شأنها شأن أي موضوع اجتماعي نقيم عليه دراسة أو بحث فعندما نقول أن هناك اختلاف في المجتمعات هذا يعني أن هناك اختلاف في القيم فالمجتمع الغربي يختلف عن المجتمع الشرقي أي القيم الغربية تختلف عن القيم الشرقية وكذلك بين المجتمعات أردت أن أقوم بدراسة مقارنة بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري القبائل والأسرة القبائل والعشيرة مقارنتها مع الحياة الأسرية فإذا عندما أقول أن دراسة مجتمع هذا يعني أنه بالإمكان دراسة قيم هذا المجتمع تتكون القيم من خلال مجموع الطباع والأوصاف التي تتصف بها جماعة من الجماعات أو شعب من الشعوب مثل أهل البادية يتصفون بالشجاعة والكرم يعني الكرم عند أهل البادية هو نتيجة الظروف التي يعيشونها أجبرتهم إلى أن يكون لديهم الشجاعة قيمة كمثال لهم يقتضون بها من القيم الأساسية لسكان أهل أريف التعاون فالظروف الحياة الريفية وخاصة في الأريف التي يغيب عنها مظاهر التقدم والحداثة تجبر الريفيين على مساعدة بعضهم البعض والتعاون على التغلب على الأمور وصعاب ومصعب الحياة فأصبحت التعاون قيمة أساسية عند هذه المجتمعات